موسيقى 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 اللي عبقاتكم كمان مباريات كتير مهمة بالسرين نهائية حسن يعني اليوم يعاتل يا مقتول او بتحقلتوا النتيجة او بانك بيروت بيتتواجع ثاني سنة على التوالي بيلعب البطولة عم تلعبوا عقار تكون الجمهور ناطر انو تربحوا اليوم وتروحوا للمباراة رابعة كيف تحضرتوا يعني تحضرنا بزكل جيد مع انها كانت فترة قصيرة فانمتش الماضي ومتش هلأ انشاء الله يكون الفوز من نصيبنا وعم نعمل اللي علينا وحنعمل اللي علينا حنعمل قدمة فينا اليوم لحتى نروح للسرين لأبعد حضور هلتوا قدرين تستفيدوا اليوم من غياب علي السيسي هل فكرتوا بهالموضوع؟ ايه اكيد ما كيش حق علي السيسي لاعب كبير وبيأثر بفريقه وخاصة من ناحية الدفاعية بيعمل ديفان كبير قوي فانتغلنا عشي وانتلى مربح مستي حسن جدلت يعني بزل غياب علي السيسي نجم متخب لبنان ونجم باك اوف بيروت السيسي يلي مال ثلاث انزارات متراكمة طبعا من المباريات السابقة والليلة عنا عدد كبير من اللاعبين يلي ممكن يكون عليهم خطر من حيث بطاقات الصفور خلينا نشوف ازا التشكيل الاساسي للفريقين بداية طبعا مع فريق الميادين بيادة المدرب باسكو فويوفيتش طريق طبوش على ارض الملعب ايضا كريم ابوزاد قصم اصان بوبارايجيفيتش والكولومبي انجيلوت كارو جارتس بيادة المدرب باسكو فويوفيتش المونتينيجري من ميلة تانية رح تكون تشكيلة باكم في بيروت مع المدرب بيجان جيدوفيتش حسين همداني عشدة على حراسة المرمى ابراهيم حاجاتي الايراني احمد خير الدين علي الحمصي وايضا الايراني الاخطر الاخر مهدي جافيد يلي كل الانظار اليوم رح تكون عليه ايضا مهدي جافيد بعد ما قدم مباراتين رائعتين ديف الدولي الايراني عام 2014 ولاعب منتخب ايران لكرة القدم للصلاة الحكام الاربعة خليل بالهواني اللي عم شوفه امامنا على الشاشة هو رح يكون ايضا اليوم تحت الضغط ورح يكون عم يترئب من قبل الاتحاد الاسيا وحتى يشوف اذا رح يتم استقدامه ليدير مباريات باسيا ويصبح بنخبة اسيا رح يعاونه ايضا الحكم اللبنان الدولة الكبير محمد الشامي على ارض الملعب اما عبدالله غيس رح يكون حكم تالي تريب شامي رابع ومرائب مبارات جامبير بشارة اذا المبارات فيكن تابعونا على تويتر ات الفيزي اي سبورتز حسبنا على تويتر وهاشتاك ايضا مي بوب فيكن تعطونا رأيكم خلال المبارات قبلها وبعدها خلينا نتابع اذا صفرة الحكم خليل بالهوان بالمبارات التالتة الحاسمة قد تكون حاسمة بحال فز بانك اوف فيروت منصة رسمية حاجدة حضور جماهير حاجد ايضا المبارات عم تنطلع بهالاسناء حيال غلطة معقول تكلف السري للبيادين وعلى الحمصة نجم سري الفينال عم بيكون معه الطابة وعم يخسر على بوبا رايجيفيتش يلي ما قدم اداءه الاعتيادة بالمباراتين الولاتين بالسري النهائية على عكس المبارات عفوا بالعكس المباريات بالريجولر سيزن خلينا نشوف اذا بوبا وانجلوت راح يكونوا عم يستفيقوا من النوم بهيدي المبارات التالتة لانه ما عندهم خيار اخر ما عندهم ولا خيار اخر غير الفوز غير الاستفاقة من النوم ليساعدوا ويعاونوا فريقه بامس الحاشل وهوني كمان طاب يقولها بالمبارات بتوصل سهلي لعن طارق طبوش حارس مرمى الميادين يلي لابس اسود اليوم اوه تزديد يقولها بالمبارات اشتا عم يتسطى وسريعا باكو فيروت بالكوتراتاكو الخطأ الاول الخطأ الاول على الميادين بيحتسبوا الحكم الدولة خليل بالهوان يعني اليوم هون عم شوفت تزديدي بالاعادة كانت من كابتن الميادين وكابتن منتخب لبنان عاصم قصان اليوم الميادين راح يفوت ظهروا للحات فول باور اذا بحال خسر اليوم راح يخسر كل شي راح يخسر تسعة تشهر من التعب والارهاق براهيم حاجاتي صراع بينه بي كريم اوزاد النجم اللبناني على الكرة مقطوعة لمين لمصلحة بوبا رايجفيتش الصربي لعب منتخب صربيا وايضا لعب منتخب كولومبيا ونجوم العالم انجلوت معه طابي حاليا بمرره لزميله بالفريق ناصم قصان منه لرايجفيتش رايجفيتش بوبا لكريم ابوزاد ليكون ضغط الميادين على بداية المباراة عم يبين الضغط يعني نفس السيناريو المباراتين السابعتها الميادين هو يلي بقوم بالمبادرة الميادين هو يلي بيضغط الميادين هو يلي بيحاول يسدد ويسجل إنما باك اوفيروت عم يلعبها زكية عم يمطر بالمرصاد وحتى يروح بالمرتدات وكمانا نفس السيناريو عم نشوف الحارس حارس مرمى باك اوفيروت حسين هامداني عشطة يلي دايما بس يستلم الكرة بيلعب الطابة الطويلة أيضا الفرقة الموسيقية يلي حاضرة على ملعب السادط طريق المطار لتواكب الفريق فريق باك اوفيروت يلي عم بحل ضاف اليوم على الميادين بهيدا الملعب بنذكر إنه المواجهات المباشرة بين الفريقين بالدور اللبناني لكرة أصالات ست مباريات استطاع الحامل اللقب باك اوفيروت إنه يفوز فيها مقابل أربع مباريات للميادين الميادين بعد ما سأطت مرتين أيضا فيكم تقولولنا مين رح يقدر يفوز بالمبارات اليوم على تويتر بتصوتوا مين؟ برأيكم رح يفوزوا اليوم بهيد المبارات القمة يلي رح تكون أكيد أكيد رح تكون رائع ومهمة وشيقة وحماسية وخطرة على الفريقين كريم أبو زيد بتزديده لهلأ عم نشوف تزديدان من الميادين يلي متعطشين للأهداف يلي متعطشين أكتر وأكتر للفوز لمست يد الحكم بيستدعي الحكم محمد شامي بيستدعي أحمد خير الدين يلي لمس الكرة بشكل متعمد وعن بنيل الأنزار الأول بالمبارات أحمد خير الدين معه أنزار واحد تراكمة يعني ما رح يقفل مبارات هوني واضحة بالإعادة كانت من أحمد خير الدين كيف استعمل إيده أنزار مستحق من الحكم الدولي حكم العالمي محمد الشامي أربع صواني معه طارق طموصل ينفس الكرة الحارس معه أربع صواني فقط لغير تنقل كرات الطابة بتخرج للأوت يعني من الأسامة اللي كتير مهمة يلي معهم إنزارين وممكن يقفوا المبارات المقبلة بحال لعبة طبعا إذا ما حال محسما فريق باك وفيروت هن اللعب الخطير ومايسرو فريق باك وفيروت على الحمصة واللعب الأخطر الهدف الكبير مهدشافين معهم إنزارين لازم يتبهوا من الإنزار التالت اليوم وأيضا بالمقابل المياتين عم يتخوف من أنجيلوت أنه ينال الإنزار التالت بما أنه معهم إنزارين بالمبارات السابعة صير على الكرة كريم أموزاد وعلى الحمصة بيحسمة كريم الصلب والرائع كريم أموزاد يلي طلع بالمرتدة ولكن إبراهيم حشاندي الرائع عم يعمل شغله الدفاعي على أكمل وجه وعب نكب الطابة بره وهي تجفيد يلي كل الأعين بتجه عليه إن كان داخل الملعب ولا ورع الشاشات بهتجفيد يلي فجر المياتين بالمبارات الأولى والتاني أيضا كريم أموزاد حزيري المرتدات كريم عب يتلعب بالنار وبتوصل الطابس هالي لعنداري طابوش ثلاث دعاية وعشر صواني مروا بسرعة وبسرعة فائقة على بداية المبارات المبارات الثالث النصري النهائية إكس إكسال أنرجي بدولة لبنان لقرة الصلاة بموسمة التاسعة باكو فايروت عم يبحث عن لقبه الثالث وكريم أموزاد عم يبحث عن لقبه الأول هو وفريقه فريق البيادين يلي بده يحاول كل شيء لا يتفايد الخسارة بده يحاول كل شيء لا يفوز ويقلس الفارق وبحال قلس الفارق رح نروح لمبارات رابعة رح تكون مخيفة ويمكن نرجع نروح لمبارات خامسة رح نكون رح تكون خرفية كمان عجلوت عبورة عاية عجلوت تزديد ببوز إجلو الطابة بتصطدم بأحمد خير الدين يلي عم بحل المكان على السيسي الموقوف بسبب نايلو ثلاث إزارات بوبا على الطاير الوانتاج بتوصل على يمين الحارس أشطى حارس باكو فيروت وحارس منتخب لبنان وهيدا لعب بوبا رايجوفيتش وهيدا الإعادة من المخرج جوني أبي راشد والطابة بجول كليرنس لطريقة طبو وش مبارات سريعة مبارات شميلة لحديث هلأ بعد ما شفنا أهداف ولكن ما رح يطولوا أبدا لأنه البيادين بدوا يكون مستعش لا يسجل هدف باكو فيروت رح يكون ماضر ليسرق طابة ويروح بالكوترة داك بوبا ضغط مننا إبراهيم حاجاتي طابة بتخرج الأوت براسنش أحمل فريق باكو فيروت التبديل الأول بالمبارات حسن زيتون عم يدخل بدلا من قاصم قصان الكابتن ومهدي شفيد عم يربط شريط الإسبادري لحتى يستعمله بطريقة مميزة أحمد خير الدين وشهاً إلى وجهه مع زيتون مقطوع من أنجلوت راح أنجلوت خطين أنجلوت راح أنجلوت خطين أنجلوت كم loss أخيراً أخيراً أنجلوت عم يفرجينا من هو أنجلوت يلي عرفناه الموسم الماضي يلي متعنا ومتع الجماهير والمشاهدين الموسم الماضي عم يقلنا أنا حاضر اليوم ما راح أغزلكم وما رح إغسل لا إدارة ولا لاعبين ولا حتى شماهير الميادين رح سجل الأهداف رح أهديكم الفوز واحد الميادين سفر باك وفيروت وولعت المباراة انتلكم الهدف فانه مطول أمداً لحتى يدخل الشباك مانه مطول أمداً وحاليا الميادين أفضل راح كريم راح كريم سداد كريم وووو رائعة كانت بكريم أموزاد ولع الميادين بهالأسناء باك وفيروت تحت الضخط لايكو نعادة لايكو أنجلوت عن كم لاعب مر لايكو أنجلوت بمهارة رائعة 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 على أنجلوت أنجلوت كارو لاعب متخب كولوميا لاعب متخب نجوم العالم أنجلوت كارو كارثيس عم يسجل ويفتتح التسجيل بهالمباراة واحد سفر بعد خمس دقايق على بداية الجيم ثري من هالسنين هيئيب اهتشافيت وزملائه رح يحاولوا ينبشوا على هدف الرد سريعاً سيناريو منتظر من الميادين أنه يفجر كل شي عنده مع بداية المباراة لنشوف إذا رح يقدر يحافز لقال إبراهيم حجاتي خطير مثله مثل علي الحمسة وانونون مع أنجلوت علي الحمسة بيلعب بيخسارها لأنجلوت بمهارة رائعة أنجلوت بيحافز على الكرة بيسرعها منه علي الحمسة سقود على أرض الملعب الحكم بيعتبر في جول كليرس وبيرج علي الحمسة ما رح يلعب المباراة المقبلة هيدا الشي اللي بتخوف منه فريق باكوف فيروت علي الحمسة الإنذار التاني بالمباراة لايكم بالإعادة الإنذار ما ناله من وراء الإحتيك الإنذار ناله من وراء السلوك طبعا شارع الحكم زيادة على نظوم هيدا الأمر اللي بتخوف منه فريق باكوف فيروت لهلأ اللعبة كلها عم تنقلب رأسا على العقب لأنه المباراة الرابعة وبحال لعبة علي الحمسة مايسترو فريق باكوف فيروت يلي هو فريق لوحده رح يخيب على المباراة والجول التاني وووووووoma والقائم مرتين Lewand لأنه تصديد السريعة من الاناص السلايبر مصطفى صرحان ولكن طبعا يتanı اتناقلك القائمان مش اول مرة نريد حسن زيتون طبعا تصون القائمان العيسر والقيمن لحارس مربا باكوف فيروت احسان هامدانة عشتاة عليكم شؤفه Ptah تركيز كل التركيز مطلوب من ضوء براجفة اليوم ليرجع يعيد كل يلي قدموا لفريق الميادين بالراجل والفاينل ايت والفاينل فور هيده بالإعادة الصاروخية من مهدي جفيد الاناص الخطير كما هنا براهيم حشاتي مقطوع عطابي كريم أوزيد من أقوى وأخطر لعبي الميادين طابط بتخرج الأوت 14 ديئة ونص على انتهاء الشط الأول مباراة رائعة على آخر شفنا هدف شفنا قائمين بنفس التسديدة لحسن زيتون الأمر يلي شفناه بالمورات السابعة جفيد جفيد ممنوع ينترك ولا أية ثانية لأنه طابي رح تكون الشباك بأسرع وقت ماتي جفيد لعلي الحمص جفيد مرة جديدة ضغط من الميادين كمان على أشطاء عم تلعب بالنار أشطاء مقطوع عطابي لعدمين توصل لعن جفيد بشتة الكرة مقطوع على بوبراي جفتشالي ممكن يزدد وأيضا علي الحمص عم يتصدى وابراهيم حشاتي سريع إيراني مقابل صنبي الحسم للصربة والبوستيشن لبنك أو فييروت مباراة سريعة مباراة نارية مباراة رائعة كيف لا وهي الجيم فري بالفنال فنالها المطولة الرائعة أيضا وكيف لا والميادين متأخر بالسري 2-0 كمانا أنجلوت رائع يا أنجلوت مر أنجلوت راح أنجلوت وعلي الحمص بخبرة ومهارة رائعة عم بيخرجوا المدرب دي جان جينوفيتش حس أنه علي الحمص ينال الإنزار وممكن ينال الإنزار الثاني وعلى آلة الملعب جو عم بيسر أنجلوت وأشتى عم يتصدى هود أنجلوت يليلي ليوم غير اليوم أنجلوت غير لعب اليوم أنجلوت عم بيذكرنا في الموصم الماضي وزيتون زيتون أيضا غير لعب زيتون أيضا ما كان عم بيقدم مستويك كامل اليوم حاضر على الأخير يبدو أنه معنوية فريق الميادين عالية مرتفعة يبدو أنه إدارة الميادين اشتغل إكتر منيحها العنصر خصوصاً أنه فريقه ولعبينه تأخروا بالسري وكريم أبو زيد خطير انطلع إبراهيم حجاتي بالكوترة تاك راح إبراهيم مهارير إبراهيم لعب إبراهيم لجافيد والطابة بعيدة وبدأ على بيت التعصيم على ديشان جينوفيج يلي شيف أنه فريقه اليوم بعد ما دخل بجوه المبراد أنجيلو تكارو بيلعب لكريم أبو زيد الخطير كريم بيعمل الفيك وان بيرد لورا بوبا بوبا تسديدة سيئة لعنجو الحارس إحسانها مداني العامل النفسي ما بدنا ننسيه ما بيقل شأن ولا واحد بالمية عن العامل البدني والعامل التكتيكي والفني بهيك نعمل مباريات ولهلأ إدارة الميادين نجحت بهالأمر نصيف عبود عم نشوفه أول مرة بسليل فينال على أرض الملعب صراع بينه وبين كريم أبو زيد الحكم محمد الشامي عم يعطي أوت للميادين بعد حوالي السبع دايق على بداية المباراة الصاروخية بالإعادة هون دفعة كانت من نانو الحكم بيحتسب كمانا الطابي بتوصل لعدمين شون يكون تاني بيسود على عرض الملعب نصيف عبود نانو بسديد وهون الحكم عم ييجي على طولة الحكام بيعمل الإشارة الأدفانتج معناتها أزعب حسب الفاول ولكن موقف اللعبة بيرشع بس نوقف الطابة بيرشع على طولة الحكام بيعلن عن الخطأ التراكمي الخطأ الأول الميادين طبعا لأنه الأخطاء تحتسب الأخطاء تراكمية ممكن تودي لضربات جزاء بآخر الهاف آخر كلهاف الفريق بحق له بخمس أخطأ الخطأ السادس وما بعد راح نشوف ضرب حرة موشرة بدون حاقة ساد عم بعد عشر مطار أو أقل منتابع ومنرشع على مشريات الفينال الرائع جوني كنتاني على أرض الملعب مهدي شافيت خطير إزامار خطير إزامار خطير إزامار خطير إزامار حوي كتير كانت بالطارق طبوش وتلاعب بالنار تلاعب بالنار من لعبين الميادين يلي كانوا عم يخشوا بالكوتراتاج ولكن السنايبر يلي عم شوفوا عميلنا هيده بالإعادة كيف تسطى طبوش تأثروا خيط مهدي شافيت ولكن السنايبر تحامل الكرة قفى هدف بعد ما تصنيله طارق طبوش رشع فريباك وفيلود إلى شوء المباراة ولكن مش مطورا لأنه طابس سيئة وسيئة جدا من نعشته مهتشافيه طلب لتشينج تعب مهتشافيه بعد حوالي 9 دقاي على بداية المباراة يدخل البداله على الحمص يلي معه أنزار يلي لازم ينتبه أحمد خير الدين أيضا معه أنزار أنجيلو تحت الضغط يلعب لزميله أسم قصان أسم سيئة لعنجوني كوتاني يلي عم يمشيك الكتير كبير بقطع الكرات من الخلف بتوصل لعد نصيف عبود لمصطفى صرحان مصطفى اليوم نصيف عبود نانو عم يشارك خصوصا مع غياب بيفوت الفريق على السيسي معطوى عطابة من أنجيلو تيلي اليوم إلني لكون أنهو غير اليوم عم يعمل كل شي عنده مصطفى صرحان معطوى عطابة بتوصل لعد جوني كوتاني على الحمصة تنقل الكرات سريعة سريعة وسريعة جدا الكرة بتوصل خطأ جول 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 لما يكون فيروض لايكوا على الحمص من وين إشعه لايكوا نانو وين سجل وين هدف وين عدل الأرقام واحد واحد نصيف عبود البديل اللحني نصيف المديل عم يعمل الشغل والشغل الكامل ويركن llegar بين القدمين لهم لحارس مرمى الميدي طريقة ببوووش واوووو وحزن زايتون حزن زايتون حزن زايتون عم بحاول يرد ليكم بالإعاده الكرديد كلها سوى بتروح لعدا الحمصة يلي easily ي session 1 بديفاع الميدي بيعطي وبمرر لتلكون konuş في ظريق گ وعليلا اكتبوا كل الفتيات فريق باكوف فيروت كمانا كردد لنانو نصيف حبود يلي أول مشاركة لقلو بهذا السريق عم يقدر يعمل الشغل المطلوب منه ويسجل الهدف واحد واحد المباراة وقدرح تولع بهالدقائق كاميرا الياس على أرض الملعب للمرة الأولى من المباراة أسمه الصنعب ده مش عرصه ملائقه أسم لحسن كاميرا الياس بني العباة لتنميل لعب أسم كاميرا الياس عم يتلاعب بالنار أمام ثلاث مدفعين أسم يعمل الفيك أسم ينبش على زملائه أسم مرة جديدة كولومبي أسم مهاري ممكن يمر ممكن يسدد أسم يتعرض الخطأ الحكم وكمانا مرتدي مرة جديدة وبانكوف فيروت ومرتدي مأميل مرتدي حسن زيتون خطير حسن زيتون والدفاع حسن زيتون والدفاع والشغل كل الشغل لنجم زيني الفنال على الحمصة يلي عم يتصدى دفاعيا بعد ما كان صنع هدف التعادل لزميله نانو الجمهور كله حاضر على أرض الملعب لمتابعة هالملحمة الكروية الرائعة بكرة أصالات XXL Energy هالسنة غير كل المواسم هالسنة رائعة والسنة المقبلة أرواع وأرواع كيف لأ والأجنبيين رح يكونوا حاضرين على أرض الملعب من أول السيزن كمانا تلاعب بالكرة الطابة بتوصل سهل لعطة طبوش كريم أموزاد 3 على 3 كريم يلعب لعطة حسن زيتون صاحب التسداد الخطيرة والصاروخية حسن زيتون مر حسن زيتون سداد والحارس أجدى حسن همدان عم يتقلق مرة جديدة عم يتقلق مرة جديدة حسن همدان اليوم عندهم شغل كتير كبير حراس المرمى ليسعى فواي وينوزوا فريقهم من كرات مثل هالكرة يلي سبقوا شفناها من لحظات من صواريخ حسن زيتون وزملائه كمانا كريم أموزاد ما بقل شأن بالتسداد شوني كوتاني خبرة كتير كبيرة بتطلع الطابة للأوت أعطونا الإعادة لنشوف أعطونا الإعادة لنشوف أحسن همداني شو عمل وتصدى للصانوخية المباختة من كامل الياس مهاجم منتخب لبنان والميادين والروح الأدوس الكاسليك أشطة رائع كانت تصدري فلكس مخيف للحارس المخيف أحسن همداني الطابة بتصليعة كريم أموزاد لحسن زيتون زميله بالمتخب اللبناني كريم عبنبش على زملائه حسن زيتون كريم مرة جديدة أنجلوت 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 عبمر أنجلوت مش من قدام جافيت يا أنجلوت لأنه جافيت لعب خبير بقطونا عطابة الحكم يعتبر في خطأ والخطأ الثالث على الميادين مهدي جافيد لأحمد خير الدين كمينا ملعوبة بظهر الدفاع مع طوعة من كاميلياس علي الحمصة يلعب لعد أحمد خير الدين ثم تنسي ثلاث أخطاء إذن على الميادين يلي لازم ينتبه ويخصفه الأخطاء كريم أموزاد عم يخرج أوهون كوبا دخل بدلا من أجلوت أجنب واحد عم يعتبدو المدرب باسكوفويفش به الأسناء ما تنسوا هاشتاج مايبوب على التويتر تعطونا رأيكم بهالمبارات الصاروخية والنرية والرائعة كمانا التصويت على قاتل بي سي آي سبورت على تويتر بنكوفيروت لهلأ معه 54% نسبة متعاربة مع 46% للميادين يلا بتأخر بالسري 2-0 وكمانا فرصة خطيرة كامل إلياسي بيتأخر بالكرة مقطوعة وجفيد راح شفيد خطير جفيد راح شفيد ممكن جفيد 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 رائع انت يا جفيد كم انت رائع يا جفيد جفيد وحش الكرة على أرض الملعب عم بضيع فرصة بعد ما سرق الكرة وانطلق مثل الصاروخ على الشارع الأيمن من الملعب قدر يحسمها ويحافظ على اللقب وتحت اختبار كتير كبير اليوم ليقدر يحسم السري والمطولة دالتي كمانا الطابة بتوصل على والثالث 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 الثالث عم نقول للفريقين ولكن الثاني لباكو فيروت وبوبا بالعرض بيلعب ومقطوعة كانت خطيرة كتير مرتدت باكو فيروت الفريقية اللي بيمتاز بالمرتدات بيمتاز بالكاونتر أتاك هيدا إبراهيم حجاتي الإيراني الرائع بصفوف باكو فيروت سبعة دعائق وثلاثة وعشرين الثانية على انتهاء الشوت الأول قصم وصان أنجلوت خارج الملعب عم يرتاح أنجلوت رح يدخل إلى الملعب ويرشع يعمل شو خلينا نشوف شو رح يعمل صماليه على عرض الملعب حسن زيتون المكان الأحب على قلبه حسن زيتون حسن زيتون يا حسن هو يا حسن القائم التالي تلقلك بهالمبارات يعني لو بيطلع لك هدف على كل ثلاث ثلاث قوائم كنت رح تكون هدف المبارات حسن زيتون القائم التالي تلقله هيده بالإعادة لايكو كيف مر لايكو كيف رائع حسن رائع حسن زيتون وخطير مهدي جافيد عم يتأخر لصناعة الألعاب برد لعنت حارسو يلي معه أربع صواني يليعب الطاب الطويل كالعادي أشتع من تعليمات المدرب السربة جان جيدوبيتش بوب سوق تنسيق بين بوبا وكريم بهجبة خطيرة طابق جولد ليرس لعشلة يلي بيستفيد من الوقت لا يرجع يحسن حاله يمكن شريط الإسبادلية وهون عبطالبه الحكم خليل بالهوان أنه يستعشر على الكرة الحكم خليل بالهوان الحكم اللبناني الدولي اللي اليوم تحت المراقب من الاتحاد الآسيوي لا يقيمه بحال بيقدر يكون بحكام النخبة بآسيا كل التوفيق للحكم اللبناني خليل بالهوان اللي هلأ عم بقدم شغل وأداء رائع ومميز كريم أبوزيت حزارة من هيك نوع كرات قاسم وصان بيلعب لمحمد بوسي لعبر عام 77 يلي دخل كبديل إلى أرض الملعب بصفوف الميادين آوت لبانك أوفيروت عم يلعبوا خطة طبعا بالفوتسال فيك تلعب فريكيك فيك تلعب آوت فيك تلعب كورنر حتى الآوت بانك أوفيروت عم يستفيد منها لحتى يسجل منها أهداف خلينا نترقب ونتابع شو رح يعمل جول لان جوني كوتيني الهدف الثاني لان جوني كوتيني لأيكم الكرة الملعوبة لتلكم ماكو فييروت ما رح يوفر ولا آوت لا يسجل هدف ولا آوت رح يوفره ماكو فييروت لا يسجل هدف هيدا الشيء اللي عمله اتنين ماكو فييروت واحد الميادين ولا يشوف الرد كيف رح يكون بإهتشافه تطلق خطير بإهتباعه الزرحان والجول ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جافيد سلم ويهعل مصر لجوني كوتاني اللي قدر يسجيل سرحان برد على الحمسي لورا جافيد مرة جديدة جافيد كل الأماكن كل البوزيشن جافيد بيشغلهم بشكل رائع ضغط أنجلوت عاد على أرض الملعب حس أنه فريقه بخطر كمانا جافيد 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 وكمانا مرة جديدة بعطوعة وأنجلوت بالشارع تبعوله أنجلوت حم يطلع بيرعب باس بالحارة لابوبا ودوا جافيد جافيد رائعة كاريت رائعة كاريت من أجانب الميادين بالإعادة سرقوا سرق الهدف سرقوا الهدف سرقة لعليه باقفيروت يلي نجحوا أنه يمتصوا هالضغط رائع كاريت الميادين مع بداية المباراة قدر يستوعبوا هالأعصار وقدروا يخطفوا هدفين على السريع خمسة دقائق ونص على انتهاء الشوت الأول الطابة تلعب العدبين حل الحمصة بشوفها أنجلوت وشفيد النجمين الرائعين كل واحد بفريق طابة بترجع هوني كورنر أهداهم ياها بهدي شفيد وأحمد أو حسن حسين هامديني بطل على اللحة وقريب أبو زيد تزديدة وحسين حشطة سريعة بنبش على زملائه مصطفى صرحان مصطفى صرحان مصطفى صرحان رائعة كانت من مصطفى دق بين القدمين مقطوعة ومصطفى صرحان شخص كبير عم يعلمه دفاعية وعم بيقود الكاوتر أتاك مصطفى صرحان عم بيمر على اللاعبين وقول والتزديدة والحكم ما بيقول في شي كان يبقى مزيد بيلعب بلعب أنجلوت شميع على لعبي الميادين عم بنبشوا على أنجلوت ليقودوا إلى الهدف الثاني هدف التعادل بعد ما كان افتتح التسجيل باكرا بهالمبارات قسم قصان بانتظار سوملي قسم قصان عم بيمر مقطوعة دفاع مميز من فريق باكو فييروت عودة أحمد خاردين على أرض الملعب براهيم حاجاتي أيضا حسن زيتون لعباء رقم سبعة عم بيكونوا على أرض الملعب أنجلوت بوبا الميادين اليوم ممنوع يخسر بحسب تعليمات الإدارة والتقم الفني كمان أبوبا بدوا يلعب وانتوما حسن زيتون وكمان الهدف فجول جول 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 لالكولومبي فعل لالكولومبي برة شديدة وعدها للأرقام أنجلوت كارو كارتيز ركانة بشيبيك الحارس حسين هامدين اللي تأسف على دفاعات فريقه اتنين اتنين ولعت واشتعلت المباراة اتنين اتنين اذا النتيجة قبل اربعة دقائية على تهيق الشوط الأول الرائع وخلينا نقول عنه خرافة ولكن داركين هالصفة لآخر المباراة داركين هالصفة لنقلكم أنه البطولة خرافية على الآخر هون بالإعادة عم نشوف أنجلوت كيف سجل الهدف تعادو الهدفين لأنجلوت يلي كان غايب طيلة الفنال هلأ عم يرجع ويسجل الهدفين بهيد المباراة تايم آوت بهالأسناء تايم آوت للميادين يلي مدير يرجع يرز الصفوف قبل ثلاث دقائق والتسعة واربين ثانية اكس اكس الأنرجي والصبايا الجميلات على أرض الملعب ليتابعوا هيدا المباراة من اكس اكس الفوتسال تشامبيونش فينل الفين وخوص ستاعش الفين ستاعش والزمهور كله حاضر على أرض الملعب موسيقى 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 بعد المهارات كنا شفناها على قرض الملعب بالتايم اوت وبعد المستقطع راح نرجع وهون هون صبايا اكس اكسل عم يدخلوا ما تنسوا اكيد بتابقونا واتابقوها المباراة على تويتر مع الاكاونت at lbc isports وايضا هاشتاك تعطونا رأي كون علي اوت ازا انتوا عب سريعة خطيرة كان كيد الميادين يسجل هدف كيد الميادين يرد على باكو فيروت من اوت ويسجل هدف وكمانا خطيرة من مهدي جافيت يلي عم يشكر مركز البيفوت مركز لاعب المحور يلي مهمته يخرق الدفاعات يستلم ويسلم اللاعبين وينهي الطابب شباك كمانا انجلوت فاصل مهاري مقطوع الطابب من الخبير على الحمسة سبعة وخمسين بالمية من الجماهير بتقول انه باكو فيروت هو اللي رح يفوز ثلاثة وارمين بالمية للميادين كمانا وان تو ملعوبة بتوصل لعد حسن زيتون السريع والخطير بيرجع لزميله كريم منه لانجلوت بالعرض بتوصل لعد مين طابب اوت الحكم بيعطي بوسيشن لباكو فيروت وهيدا المدرب ديجان جيدوفيتش يلي معه مباراتين بايدو كمان على الحمسة مقبيل حسن زيتون على الحمسة وصناعة الالعاب كلنا منتذكر الهدف يلي اوه اوه مقطوعة كمان على الحمسة بخطي عن المدافعين التركن على الحمسة فريق باكمله كان ام في بي المبارات التانية بعد ما كان زميله مهدي جافيد ام في بي المبارات الاولى والمدرب ديجان جيدوفيتش عم يفقد احصابه خارج الملعب على عكس المونتنجري فاسكو فيوفيتش هون المدرب ديجان المدربين بلقطة واحدة كمان طريق طبوش معه اربع صواني بيلعبه عال يلعدمين بالطول الكرة وسائقة اثنين اثنين النتيجة اذا انجيلو تكارو قدر انه يسجل هدفين لحديث هلأ جوني كوتاني هدف من باك اوفايروت مثله مثل نانو نصيف عبود بوساشن لفريق الباك اوفايروت حامل الانجيلو تكارو لقب بانتظار المزيد والمزيد من الاهداف من الطرفان والحكم بيعطي اوت لباك اوفايروت اخر اوت نفزها باك اوفايروت اجا مننا هدف هلا رح يفعلوها مرة تانية هلا رح يفعلوها مرة تانية هلا باك اوفايروت تلعب عند عمصة على الفاربوست مع طوعة وانجيلوت ما عم بوفر ولا طعبة اليوم ولا طعبة انجيلوت اليوم هم يتركها هيدا انجيلوت ممكن يعمل حي الله ممكن يعمل حي الله يلعب لاتين ملاحة بوبا بوبا رايجيفيج عم بيسدد صاروخية ولكن بمحاسات القائم الايمن للحارس حسين همديني كمانا مقطوعة الكرة بتوصل لعد علي الحمصة علي بدهر الدفاع مش معقول علي مش معقول علي الحمصة رائع انت يا علي رائع انت يا علي يا مايسترو بكل معنى الكلمة انجيلوت بتديع منه الطابة علي الحمصة وانتو مع جافيد مقطوعة وانجيلوت راح انجيلوت عم ينتظر الباك أب انجيلوت مفادل يرجع لعد بوبا الزاروخ مرة جديدة بوبا رايجيفيج طابطوا ما عم بتزور الشيباك هادي تاني طابة لبوبا ما عم بتزور فيها الشيباك اللاعب الدولي السربي طابة بترجع لعد طريق طبوش حسن زيتون خطير حسن خطير حسن خطير حسن خطير حسن مش امام جافيد لانه القوترة تاك مع حسن نامين عند جافيد مرة جديدة جافيد مرة جديدة وانجيلوت وجافيد والكورنر يليكو انجيلوت كأنه حاطت راسه براس مهدي جافيد كأنه عارف انه الفريق التاني عنده نجم اسمه مهدي جافيد وكونه نجم الميادين عليه مهمة اذا مش فنية معنوية بكل معنى الكلماء مهدي جافيد وانجيلوت عم يخرجوا اثنيناتون من عرض الملعب وااااااااااااااو عم نشوف كيف برمت الطابة وضربت بلاعبان او اكتر ووصلت بصعوبة تامة لطارق طبوش كمانا ضغط من الميادين علي الحمصة علي بيلعب الابراهيم ابراهيم حاجاتي الي اليوم ما شفنا كتير مصطفى صرحان بدنا نذكر انه علي السيسي نجم باك وفيروت عم يفتقدوا الفريق اليوم لايكو علي الحمصة شو عم يعمل لايكو علي الحمصة شو عم يعمل وعب طالب نصيف عبود انه يكون متعدم اكتر ليصلوا الباس خاليس علي الحمصة سوبر ستار فريق باك وفيروت كمانا ضغط كمانا برس متواصل حسن زيتون حسن 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 بحاول يمر من حاجاتي بيسود على عرض الملعب والخطأ الخامس على الميادين خمس اخطاء على الميادين بعد خطأ رح يتلقى باك وفيروت طربي حرة مباشرة عن بعض عشر متار هون بالاعادة طربي حرة عن بعض عشر متار بدون حاقت ولكن بعد في عشرين ثانية يعني ما بقى كدير تفيد إلا إلا إذا إلا إذا الميادين ارتكب خطأ بهول العشر سوين المتبقية طاب بتوصل لعد مين عن طارق طبوش طارق يلعب لعد بوبا على الميادين انه حافظ على الكرة تما يرتكب خطأ طاب بتخرج للأوتليت سويني إذن عم نتجي لانتهاء شوت أول رائع وممتع بالتعادل 2-2 إذن تزديد أخيرة بهيدا الشوت لنجم الشوت الأول علي الحمصي جنبا إلى جنب مع أنجلوت كارو كارثيز اللاعب الكولومبي بزفوف المياديني اللي سجل هدفين وأيضا جوني كوتاني هدف ونانو نصيف عبود هدف إذن 2-2 نتيجة من مبارات التالتة من هيدا الفينال الرائع ما تروحوا مطرح انترونا حوالي 7 آي ريشعين خليكم معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عود معكم مشاهدين على مطابعة الشوت الثاني من المبارات التالتة بسرية الفينال فينال XXL Energy بطولة لبنان لكرة أصالات فوتسال الميادين وباك اوف فيروت متعادلين 2-2 بالشوت الأول لمبارات التالتة علما ومنذكر انه باك اوف فيروت بتقدم بالسرية 2-0 والفريق اللي بيفوز بتلاتة من أصل خمسة رح يتطوش باللقب الليلة إذا فز فريق باك اوف فيروت على ملعب أسات طريق المطار رح يفوز باللقب للمرة التالتة على التوالي وبحال خسير رح نروح لببارات رابعة رح يسقط خلاله باك اوف فيروت لنجمه الكبير علي الحمسة مايسترو فريق باك اوف فيروت بما أنه نال الانزار الثالث المتراكم يعني اليوم نال انزار ومن قبل معه انزارين لذلك ثلاث انزارات يوقف اللعيب الببارات المقبلة كمانا لازم ينتبه مهدي جافيت انه نال الانزار الثالث مثله مثل أنجلوت كارو بفريق البيادين هولة ثلاث لعبين أو اللاعبين المتبقيين النجمين مهدي جافيت الإيراني وأنجلوت كارو عليهم انه ينتبهوا من الانزار الثالث المتراكم تويتر at LBCI Sports الأكاونت على تويتر فيكن أكيد تصوته فيكن تابعون عليه وكمانا على الهاشتاج ماي بوب على تويتر معتونا رأيكم بهذه المبارات وأيضا بعد بمنتصف الشوت الثاني رح يكون بتصويت على بين رح يكون حائص على باك أوف فيروت يعني من اللاعب الخلوب من اللاعب يلي بيتمتع بالروح الرياضية أكتر شيء كله اللي رح يكونوا بالشوت الثاني وكمانا هناك لجنة لتقرر مين MVP هذه المبارات مع انتهاء الحضور الجماهين الكبير على أرض الملعب ليتابع الشوت الثاني من المبارات يلي بدعوا الفريقين يخرجوا من من اللاكير روم ويتجهوا على أرض الملعب لمتابعة الشوت الثاني ورح يكون بمقابلة قابلة مع ريان مع أحد لاعبي فريق باك أوف ميروت مصطفى صرحان دي سايبر مصطفى يعني اليوم متما كنت قبل المبارات أنه أنتو معدوا الفرصة لتعطيناه المبارات اليوم عم نلاحظ أنه أنتو اللعيبي اللي كنتو عم بكونوا أكتر على البنش اليوم عم بيعطيكم الكوتش دور أكبر يمكن لأنه أكيد على السيسي خايب كيف تلخص شوت لأول شوكات التعليمات بأيطة نفسية فايتين على شوت الثاني أول شي يعطينا العافية الفريق كله اللعيبي كلها اللي كانوا يلعبون وليما لعبون ومعيك حق السيسي يعني كان يعطينا كتير اندفع لأ كفريق بشكل عام لأثنان والله الكوتش عطينا كزا لعيب شنص واللي لعطيهم شنص حتى قوال وإن شاء الله تاني شوت يبارينا هل كانت تعليمات خصيصاً اللي تسكروا على أنجلوت وكيف معقول اللي هو يقود فريق اللي يمكن لحقه يقلس نتيجة لأثنان واحد هل شايف إنها الشي ممكن لا ما بعتقد ممكن إن شاء الله لا ما نسكر رياه واحد واحد إن شاء الله خير مرسي مستفى رح نجرب كبان تكون بمقابلة مع أحد داعبي الميادين متبكت عبقول زملائك يعني اليوم أنتو عدتون فورصة لتقلسوا نتيجة اثنان واحد على أردون أو بكل بساطة بتفسروا اللقب كيف رح كيف شو قلت تعليمات الكوتش بالهالف تايم ما أقول هيدا آخر عشرين ديئة أقلتكم بهذه السنة هالموسم مضموط عبتحكي أنه إذا حصلنا يعني نحن برات البطولة وبرات الفينال لتسنة التانية على الطوالة أكيد عطينا موتيفاشن الكوتش تننزل بقوة أكتر وحماس أكتر خصوصا أنه هلأ توقف لاعب من عندهم يعني هيدا فلاص لإلنا لتاني جيم وإن شاء الله إلا يوفقنا لأنه متل ما نبين باوات شاط ما في توفيق لو في توفيق كنا هلأ متقدمين إن شاء الله مرسي جود لك يعني المعنويات يلي عم يحكي عنا كامير إلياس لاعب فريق الميادين يلي عطاهم ميها المدرب الموتناجري فاسكو فويوفيتش طبعا تحت أنصار استي سيمون دويه رئيس لجلد الفتسال بالاتحاد لبناني لكرة القدم بالإضافة طبعا لرئيسي الناديان وحضور كبير بأرض الملعب كريم أبوزاد طبعا عم يفكر هل رح تكون آخر عشرين دقيقة لقلي بهالموسم ولا رح يقدر روح وخلي الأمل تقدر أحصد أول لقب لقلي بكرة الصليت بدور لبناني إذن صفرة الشوت الثاني أطلق الحكم اللبناني الدولي خليل بالهوان يلي هو الآخر عنده تاست اليوم حكينا عنه تحت الرقابة من الاتحاد الأسيا وهناك مرقب من الاتحاد الأسيا وعلى أرض الملعب لا يرقب الحكم خليل بالهوان إذا رح يكون بالنخبة ولا الهقاب إذن الشوت الثاني من المباراة عم يتبع اتنين اتنين النتيجة بعد مكان أنجلو تسجل هدفين وعمل مقابل جوني كوتاني ونصيف عبود سجلوا هدفي فريق الباك أوف بيروت كريم أبو زيد كريم أبو زيد مقابيل علي الحمص نجم أشوت الأول جمانة على الفاتبوس رح تلعب الكرة جول 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 وهدف سريع للبيادين ثلاثة اتنين النتيجة سريعا سريعا جدا قاسم قصان عم بيسجل أو عم يلعب الطابة رائعة أحسن منقول عم بيسجل طابة رائعة لقاسم قصان يلي عم بيسجل هدف تقدم للميادين قلت لكم يعني المدرب فاسكو فويوفيش عرف شو عمل بالهالف تايم عطيهم المعنويات كل المعنويات لفريق الميادين يون طلع كمينا هوني كريم أبو زيت خطير كمينا أو لا 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 بيش ما أقول يا أجلوت شو عملت بهاللحظات بيش ما أقول يا أجلوت شو عملت بهاللحظات هدف خرافة هدف عالمي للعب العالم الخرافي أنجلوت كارو قارتيز أعطونا الإعادة لنشوف أعطونا الإعادة لنستمتع بهالهدف الرائع من أنجلوت كارو شوفوا أنجلوت شو عميل لا 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 بش معقول أنجلوت انت شو رائع وكأنه أنجلوت استفق من النوم أخيرا وكأنه أنجلوت عم بعيد الزيكرا فينا للسري النهائية بالسنة الماضية أنجلوت كارو والهدف قديني للبيادين بهذا الشوت لايكل معنوية شو عملت انتفض الميادين كشر عن أنيابه الميادين وبين وحش الميادين باك بيروت مش بصدق شو عم بصير مع بداية الشوت الثاني هاتريك لأنجيلوت هاتريك للكولومبي يلي كان خايب طيلة السريقة النهائية عم يقدر يسجل ثلاث أهداف والخطأ يلي احتسبوا الحكم على كريم أوزيت الخطأ الأول للميادين بهالشوت قدم فيك يا جوني يا أبي راشد أعطينا الإعادة لقول أنجيلوت كارو كارثيز الأخير يلي سجلوا وكمانا الميادين 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 راح كريم راح كريم خطير كريم وطالة الطابق دقيقة ونص على بداية الشوت تلايكوا الإعادة تلايكوا شكرا للك يا جوني أبي راشد شكرا للك لأننا هم تخلينا نرجع نشوف الهدف مرة واثنين وثلاثة وأربعة وأكتر أنجيلوت كارو بعدنا منتصرين منك أكتر من هيك يا أنجيلوت بعدنا منعرف أنه عندك مهارات كل المهارات لحد نتمتع كيف لا وأنت أحد لاعبي منتخب نجوم العالم أنجيلوت كارو لاعب منتخب كولومبيا لقرة الصلاة دقيقتين سريعين وسريعين جدا لنشوف رات باك أو فيروت هدفين للميادين مين كان بيصدق أنه الميادين بيدخل ومن أول دقيقة من الشوت الثاني فيه يرجع يتقدم من نتيجة 2-0 مش معقول الميادين ملا انتفاضة يمكن أكتر المتفائلين بصفوف الميادين وحتى من جماهير الميادين مكن رح يتوقع هدفين سريعين وكريم كريم أبو زيد أحد المدفعجية بصفوف الميادين ملقى طريقه للمرمى اليوم ولكن كل شي معقول بعد متبقى 17 دقيقة و43 ثانية من الوقت الأصلي وخليني أقول الوقت الأصلي لأن بحالة عادل الفريقان رح نروح على شوطان إضافيان وممكن رجالة الترجيح وشفيد 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 مرة جديدة شفيد بيلعقوا يا مصطفى يا سرحان يا مصطفى يا سرحان وأحلى من طارق طبوش اللي تصدى للرأسية والكرة الرائعة اللي كانت من مهدي شفيد لايكم مهدي شفيد ملا رؤية رائعة لايكم سنايبر للناص الناص له مصابت هالمرة ولكن معقول نصيب مرة تانية وسهل الطابة بإيدان الحارس حسين هامداني شو هالمباراة المجنونة والخرافية اللي عم نشوفها أمامنا على الشاشة علي الحمص ست أوفن سديد لفريق باكو فيروت وان تو كمانا مقطوعة ليكون أنجلوت والاستقتال ليكون كريم أبو زيت وكمانا إبراهيم حاجاتي فيك اتنين ثلاثة كريم وحاجاتي والطابة خرجت جول كليرس لطارق طبوش اللي نفزها سريعا لانجلوت ولون تو ولون تو ممكن يمر خطير مار جول 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 أنجلوت أضع الهدف الرابع له والخامس لفريقه انجلوت كارو انطفد بالرغم من كل الامتئات اللي وجيت له إن كان من إعلاب ولا من مدربين ولا حتى من الشماهير والمتتبعين وعشاء الكرة كرة الصلاة انجلوت خير لاعب اليوم لايكم كريم أبو زيت والاستقتل والروح الإيطالية العالية للاعبي فريق الميادين أربع الميادين اتنين باكو في فيروت بعدما كانوا متعدلين بالشوت الأول اتنين اتنين ضغط من باكو في فيروت يلي بيحاول يرجع يرد حسن زيتون بيلعب بلاعد مين على طريق الخطأ مهدي جفيد خطير مقطوعة من زيتون بصليح خطأه تلعب لعن جوني كوتيني أحمد خير الدين بالعرض لشافيت 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 مش معقول جفيد شو قطاع ولعبة الكرة وأنجلوت خطير ممكن يكون مر بين لعبين أنجلوت طلع بيلعب الطابة بالعرض ما أصابت كريم لكم بالإعادة شو صار لكم بالإعادة كرة جفيد وبالثانية وبعشر الثانية الأخير شفنا طارق طبوش كيف تصدى مهت جفيد بيلعب لعد إبراهيم حجاتي بالعرض حجاتي وطابت تخرج يعني باكو فيروت خطير باكو فيروت ممكن يرتبح يلا ثانية مع إبراهيم حجاتي وزملاء إبراهيم حجاتي الإيراني وهون سقوط على أرض الملعب لطارق طبوش طارق طبوش يلي متمنى له السلامة حارس مرمى الميادين على أرض الملعب بانتظار إذن الحارس طارق طبوش يعني حتى من كولومبيا عم يعملوا تويت على أت أل بي سي آي سبورت وعلى الهاشتاج جمي بوب من كولومبيا عم بتابعونا لايف لحتى يتابعوا أيضا أنجلوت كارو يلي أبهروا بهدف رائع لأنجلوت كيف لا وهو سجل أحد أهم الأهداف إذا مش أجملهم بهالموسم وذكرنا الموسم الماضي وهون عم نشوف يعني رؤسة بانكوف فيروت معصبين غير راضين عن النتيجة إذن يبدو أنه طارق طبوش مرة جديدة لإسبادري دايما هيدا لقطة الإسبادري وشريط البود هاشتاج ماي بوب فيكم تتابعونا طبعا وتتوصلوا معنا لهلأ أنجلوت هو الأكثر شعبي على الهاشتاج وأيضا تويتر أت ألبسا عيس بورت أستاذ سليم سفير صاحب باك أوف فيروت هو يلي أبهر صاحب يعني كل لاعبي وموظفي باك أوف فيروت يتمنوا أنه ما يكون معصب على كل حال بعض لحظات رح ينطلق التصويت على باك أوف فيروت فير بلاي أورد اللاعب الأكثر تمتعا بالأخلاق وطبعا الروحة الرياضية وشافيد وأحمد خيرتين على باب باطعة الجزاء وسهلة بإيدان طريق طبوشي اللي كاد أنه يصاب مرة جديدة أنجلوت كارو ببعب شو بدي سميه أنجلوت صراحة بعد ما طلقت يعني لايكوا هاي دي حتى لايكوا هاللقطة حاليا وكمانا كاملياس كاد أنه يخطف مرتدي أنجلوت كارو الساحر كنا قلنا أنه أنجلوت من غير كوكب عم بيرجع يذكرنا نعم هو منه من الكرة الأرضية هو من غير كوكب مهدي جافيد لعند زميله ومواطنه حاجاتي مهدي جافيد وان تو مهدي جافيد ليكوا الاستقتال يعني عندما بيكون سوبرستار الخصم قبيلك عمل شغل رائع وأنت سوبرستار رح تكون عم تحس حالك أوه فرصة خطيرة رح تحس حالك أنت كمانا معني بالأمر بدك أنت كمانا ترجع تمتع جمهور وترجع تعطي أهداف لفريقك مهدي جافيد يلي اليوم ما كتير كتير شفناه بهدي المباراة كامل ليس بعمل كنترول على الطابة ولكن مش لوقت طويل لأنه خرجت للأوت كمانا بوستشن لفريق باك أوف فيروت بمحاول منهم لرد الفريق أحمد خير الدين جول أحمد خير الدين عم بيسجل الهدف الثالث لباك أوف فيروت ويرجع يقلس الفيري أربعة ثلاثة لايكم مين عطيل باس لايكم مين مرر له لايكم مين صنع الهدف مهدي جافيد عم يسمع الأهداف اليوم بدل تسجيله وعم يسمح لسملائه أنه يسجلوا أربعة ثلاثة النتيجة واشتعلت المباراة ولعت المباراة خلينا نتابع شو حد بصير رجعت يعني جرعت معنويات لفريق باك أوف فيروت والخطأ ولمسة اليد على باك أوف فيروت لايكم الإعادة دايما نفس يعني إذا بدنا نقول نفس الأخطاء الدفاعية على فريق الميادين بيلعبوا الكرة الثرو باس الكرة اللي تلعب بالنز ويقدر المهاجم أنه يسرق هدف منه كمانا هون بلشت أوه أحمد خير الدين أنزار أحمد خير الدين أنزار بلشت تصير مشحونة هون بالإعادة عم نشوف آه أنزار واضح وهون هنا بال أوه أحمد خير الدين عم يطرد من المباراة تربة آسيا لفريق باك أوف فيروت أحمد خير الدين عم يطرد من المباراة لنايلو الأنزار الثاني على التوالي أحمد خير الدين وهلأ به الأسناء على دقيقتين كاملتين رح يخوت باك أوف فيروت أحمد خير الدين خرج من القاعة كلها سوا وعلى دقيقتين رح يلعب فريق الميادين بأربعة لعبين ضد ثلاثة باك أوف فيروت رح يلعب لديقتين كاملتين إذن بثلاث لعبين لشوف إذا الميادين رح يقدر يستفيد ويسجل هدف كريم أبو زيد ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كمانا حسن زيتون مرة جديدة حسن كريم بوبا يعني لحديد الوقت 12.20 كمانا تزديد السيئة كانت من كريم لحديد الوقت 12.20 رح نشوف باك أوف بيروت بتلايث لعبين أنجلوت ما كان راضي عن سوملائقه وعن آخر لعبة لعبت كمانا علي الحمصة علي الحمصة عم بحاول يمر علي الحمصة خطير لايكوا بين لعبين بيحتاج للاعبين لايوقفوا علي الحمصة كمانا كريم أبو زاد رجعنا لنشوف 4 على 3 4 على 3 مرة جديدة على دقيقة 12.20 رح نشوف لعب رابع من باك أوف بيروت رح يدخل إلى المباراة إلا بحال سجل الميادين ولكن مش بهذه الطريقة مش بهذه الطريقة رح يقدر الميادين يسجل هدف خامس بحال سجل رح نشوف إذن لعب رابع بباك أوفيروت رح يرجع يدخل كمانا طابة تلعب لعب طارق طبوش كريم أبو زاد لبوبا سلوبودان بعدنا 4 على 3 دعنا نتابع متعة الفتصال أنجلوت كمانا بالمهارات أنجلوت عم يخضر على عاط وأنجلوت remob الكعب لعب بوبا testsnit هوووووووو شو عمل أشت بها اللقطة تصدى لصاروخية من بوبا وكمانة مرة جديدة الصواريخ بالجملة والمدرب المونتنجري على أعصابه والإعادة وصاروخية بوبا وتقلق أشدى على حراسة المرمى بيش معقول شو عم بصير أربعة ثلاثة سكور أربعة ثلاثة اللاعبين بتبعضهم كمانة مرة جديدة نفس السيناريو كريم أبوزاد بيلعب بالعرض مقطوعة طابة كريم أبوزاد بيلعب بيلعب بوبا مرة جديدة لحسن زيتون جول 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 للميادين فعلى أنجلوت والرابع الرابع بسهولة للميادين خمسة ثلاثة النتيجة وهلأ بعد خمس ثواني رح يدخل أو بالأحرى دخل اللاعب كان فيه شوين قاش على الوقت يبدو أنه المئاتي ما قدري تمشي الوقت بالفترة المناسبة لذلك استكمله على كل حال وحتى ولو ما صار الوقت عندما سجل الميادين رح يرجع باك أو فيروت يستكمل صفوفه ويلعب بأربع لعيبة أمام أربع لعبين خلينا نتابع مهدي شافيت واسو ملائقه كيف رح يكون الرد مهدي شافيت والتسديدة على يسار الحارس طارق طبوشة اللي عبيلعب طابة عالية بتصطدم بشافيت عم يعمل شغل شافيت اليوم إذا كما كان بالتهديف وسقوط على أرض الملعب والخطأ الثاني على الميادين خطأين لكل فريق بهالهاف هون بالإعادة عم نشوف الخطأ لكان لمصلحة وهون كمان تلاعب بالنار والصراع على الكرة والخطأ الثالث الخطأ الثالث على ماكن فيروت تابعوا معي آخر 12 إيه من الوقت الأصلي قدير حيكونوا صعبين قدير حيكونوا متشنجين لايكوا كل لعب عم يلعب على كل كرة وكل طابة لحتى يقدر يفوز بالمواجهة أنجلوت مقابيل إبراهيم حاجاتي ما بمر باك أو فيروت رح يكون عنده مشكلة بالمبارات الرابعة إذا لعبت لأنه اتنايناتون أحمد خير الدين وعلي الحمس والجول والكورنر علي الحمس وأحمد خير الدين رح يخيبوا عن المبارات التالة الرابعة وبحال مهدي جافيد نيل الأنظار رح يخيبوا أيضا هو الآخر على المبارات الرابعة مثله مثل أنجلوت يلي معهم نظارين لحديث هلأ نظارين تلكميين الطابة تلعب لعند إبراهيم حاجاتي باك أو في بيروت شو رح يعمل لا يرد الميادين شو رح يعمل لا يحافظ ويوسع كمانا إبراهيم حاجاتي طابته مقطوعة 11 ديئة ونص والميادين اليوم غير الميادين بالمبارات السابقة ويلي قبله إبراهيم حاجاتي عم بيحاول يصنع الألعاب نبش على مهدي جافيد المكان الأخطر لمهدي جافيد كمانا لعند مصطفى صرحان والطابة بتخرج على عود يعني مهدي جافيد عم يلعب على مركز البيفوت بكل معنى الكلمة عم بيكون لعب محور هجومة كل الطابات بده تمر بمهدي جافيد بده يروضها يا بلف على الأنكر المدافع اللي هو أنجلوت حاليا يا أما بيجرع بيصنع الألعاب وشافيد جافيد كمانا مرة جديدة مقطوعة وأنجلوت انتفض وأنجلوت صاحب الأربع أهداف تعب أنجلوت تعب وقرهك أنجلوت كهرب بعد ما سجل أربع أهداف هاللاعب الكولومبي الخاري 4-0 عم يلعبها بينكم فيروض الروتيشن 4-0 جافيد مقابيل أنجلوت الحكام أبقول في خطأ معطوعة كمانا كريم أبو زيد رح كريم سدد كريم وأشطر رائع وأشطر رائع ومعطوعة وكوترة تاك وسريعة وكمانا سنايبر لجافيد 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 فيك اتنين طبي وين بالجول جول 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 لباكم فيروض جول الرابع لباكم فيروض الهدف الرابع لباكم فيروض ما بيرحم أبدا ما بيرحم أبدا لكم بالإعادة جافيد شو خطير جافيد شو خطير ومواطنه إبراهيم حاجاتي عم بيسجل الهدف الرابع لباكم فيروض أربعة ثلاثة أو خمسة أربعة النتيجة حيالله هدف بيفرق حيالله هفوة حيالله غلطة بإخر المبارات رح تعطي مفهولة هون بالإعادة شافيت الفيك شافيت الباس حاجاتي الجول وطبوش التحصر عشر دقايق على انت هيئة الوقت الأصلي من هالمبارات حسن زيتون وزومنائه يسجلون هدف يتلقون هدف آخر والمبارات تقلع والمستفيد الأول الشمهور والمشاهدين وتجديد للميادين أنجلوت يلعب طابل عدقصم أوصان والتزديد والكوتراتاك حزرり الكوتراتاك لا فريباك وفيروت معطوعة وأنجلوت وخطيرة وأجلوت على الفاربوس يا عشطة يا رائع نجم المبارات لهذا كمانا أحد نشوم المباراة جول 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 على الحمصة كل النجم كل الرائع على الحمصة وخمسة خمسة العرقام لتلكم باك اوف فيروت ما بيرحم بالبرتادات ما بيرحم أبدا كونترة تاك رائعة 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 من على الحمصة وأحلى من حسن وأحلى من طبعا السنايبر مصطفى صرحان أفمى لمباراة نعم خرفية اكس اكسال انا نجيبه طولة لبنان وهلأ ما بدنا نقول والعيد بدنا نقول احترقت المباراة احترقت على الآخر لأنه خمسة خمسة ولأنه هلأ اضطقت على الفريقين بانك اوف فيروت فاتح المباراة على الآخر يعني هايدي كرة اتصالات من أكتر الألعاب يعني يلي معقول تكون ما بدنا نقول ظالمة ولكن بتتحصر عليها لأنه راح زيتون راح حتى يسجل الهدف كانت المرمى مشرعة أمامه أكيد بوجود الحارس أحسين هامدان يلي تقلق وتصدى ومش بس تصدى لكرة وحافظ على الشباك إنما خلق مرتد لفريقه بدل ما يسجل ما يدير راح سجل باك في بيروت وعدل الأرهام كمانا فرصة وشافيت حميس تحل عرض الملعب شافيت يلي كمانا تعيب ترانسيشن ديف وعاصم وصان عاصم عاصم بيتأخر عاصم المتابع والمتواصل من الميتين بدون يشرب ويخطفوا كرة من البراس ويسجلوا هدف ولكن حزارة إذا قدر باك أوف فيروت يخترق البراس لأنه راح يقدر هو يسجل بسهولة وزيتون بيعمل الفيك والتالي واجول ووو يا أشتا يا رائع ووو يا أشتا يا رائع على حراسة عارين باك أوف فيروت أشتا عم يعمل شغل كتير كبير بهالمبارات هتلاقيكم الفيك والتزديدة من الصاروخ حسن زيتون كمانا كريم أبو زاد كمانا بيلعب لعد حسن زيتون ووو يا أشتا بره جديدة وو يا أشتا بره جديدة 8 دقايق 47 سنجي على انتهاء الوقت الأصلي دايما الوقت الأصلي من المبارات إذا بهالأسناء صار فيكم تصوتوا على من أكتر لعب يتمتع بروح رياضية بانك أو فيروت فير بلاي أورد على قات LBCI Sports تويتر طارق طبوش بوبا رايتجيفيج جوني كوتاني وابراهيم حشاتي إصابة لأشتا على أرض الملعب نتمنى له السلامة بلشوا يشاوبوا الصبايا من نتيجة المبارات اللي عم تحترق بهالأسناء ليس فقط ولعت على النار إنها محترقت ما تنسوا هاشتاج ماي بوب بتتابعونا عبر على تويتر هاي دي الهاشتاج خمس أهداف إذن لكل فريق إبراهيم حشاتي أحمد خير الدين على الحمصة وجوني كوتاني ونصيف عبود خمس أهداف لخمس لعبين مختلفين ببانك أو فيروت أما عند الميادين قاصم مصان هدف وأربع أهداف لأنجيلوت كارو الكولومبي الرائع رجع التصويت يعني صار أقرب بين بانك أو فيروت والميادين بعدما كان بانك أو فيروت متقدم بالتصويت كتير صار 51% لبانك أو فيروت هيدا أنجيلوت مقابل 49% للميادين إذن بالأهل أثناء يلي عبتم معالجة أشتا المصاب ويلي بحال أصيب رح يكون عنده ضربة باك أو فيروت مع التقلق أشتا أشتا يعني اللعب يلي أكتر لاعب يظل على أرض الملعب ما تنسوا إذن التصويت على بانك أو فيروت فير بلاي أورد على تويتر 29% لهلأ لأبراهيم حاجاتي واحد من المرشحين طريق طبوشي اللي عم شوفوا أمامنا على الشيشة بـ 24% على حراسة مرمى الميادين أيضا بوبا رايجفتش 29% جميع اللعبين يلي عم بتم تصويت لألون خلقين خلينا نتابع أيضا الطابق والكرة يلي عم تتابع بهالأسناء خمسة خمسة الأعصاب هي اللي رح تلعب دورة الأخطاء يلي هي أيضا رح تكون مؤسرة ومؤسرة جدا على مجريات ونتيجة هذا اللقاء كمانا أنجلوت أنجلوت يا أنجلوت يا رائع يا أنجلوت يا رائع ويبدو أنه أشتا عم يتقلم على أرض الملعب لايكم بالإعادة لطابة أنجلوت يلي استضمت بالقائم ضربة إذن رح تكون موجي على باك أوف بيروت إذا كان خرج أشتا من المباراة وليكم طابعة العالية لباك أوف بيروت على طريقة البالون شاسور إذا فينا نقول كمانا نصيف صاحب هدف الافتتاح لباك أوف بيروت طب بتخرج للأوت 8 دقائق 15 ثانية على تهي الوقت الأصلي لشان يكون تاني أيضا على أرض الملعب مهدي جافيد وين ما كان مهدي جافيد موجود بمر عن أنجلوت بطريقة رائعة 4 على 3 مهدي جافيد جافيد مقطوع الطابة حسن زيتون استقتل على الكرة بينه وباب إبراهيم حجاتي كمانا حسن زيتون معه أنجلوت بالمرتدة حسن زيتون بيلعب لأ أنجلوت تعب أنجلوت تعب أنجلوت وأرهيك أنجلوت بعد مكان قدم شوط أول ونصف الرائعين أشطى دايما وأبدا على أرض الملعب يبتو أنه الحارس البدين محمد الزريق هو يلي رح يدخل على أرض الملعب بغياب الحارس غدي أبي عقل يلي كان عم بيعاني من إصابة على وسط والكتف وبعضه يعني يرجع بريكافري منه رح يكون غايب عن صفوف باك أو فيروت لايكو أنجلوت قدي مرهق وتعبان أنجلوت كمانا الفرقة الموسيقية الموسيقية اللي عم بتكون حاضرة بملعب السد طريق المطار مع ومع الجمهير الرائعة والكبيرة والكبيرة جدا بمجمع السد طريق المطار نتمنى السلام لأشطة وعب يتقلم أشطة مع المعالج جوزيف بويونس هيدا بالإعادة هون طابت أنجلوت يلي ما قدر يلحقه طبعا لاعب الفتسال إذا بدنا نحكي من حيث الناحية البدنية إذا كان عم يلعب على مستوى عالي وإذا كان عم يلعب بفول باور بيقدر يضاين من 4 على 5 دقايق فقط لغير على أرض الملعب لذلك يزم يتم تبديله ومش أنهيك التبديل مفتوح لا توقف اللعب ما بيوقف اللعب لحتى يتبدل اللاعب أو أي لعب آخر عندهم مارج لحبيب الخمس إنتار طبعا لا يقدر يدخل ويخرج بداله اللاعب يبدو إذا منرجع ونطلع على أرض الملعب يبدو أنه أشطى رح يخادر أرض الملعب ويدخل بداله اللاعب البديل الحارس البديل محمد زراء يلي خليني لكم رح يكون تحت ضغط كل الضغط محمد زراء نظرا لمشاركته الأولى بهذه السري الفينال وهي دي أول طاب الساعة من محمد زراء يلي أكيد عبنيل تشجيع الجمهور كذلك المدرب وطاقم الفن وأيضا اللاعبين تنشوف إذا رح يقدر يدخل بجوء المباراة محمد زراء صعبة يعني على لاعب يكون عم بيدخل بديل بمباراة نهائية مثل هالمباراة ويقدر يتحمل كل الضغط على كل حال أنجلو تبيلعب لعند حسن زيتون ما يدين بعد عامنا بمشي على المسجد من الأهداف لا يحصوا مع المباراة الثالثة لصالحه ويقلس الفارق بالسرية 2-1 كريم أبو زيت كريم يلعب لعند بوبا بوبا بيسدد والتقلق الأول للحارس الحارس محمد زراء دايما ننتبه معي الحارس أهم طابه هي الطابة الأولى عندما بيتصطيلها بينجع بيطلع له معنويات هذا الشيء اللي صار هلأ تسديد من بوبا وتقلق للحارس وكمان أبوبا وعلى مرحلتين مرة جديدة الحارس محمد زراء عم يتصدى لطابتين إذا بطابة بياخد معنويات كيف لبطابتين وراء بعضهم شو ما عقول يصير كورنر جديدة للميادين لنتابع مع الخارق أنجلو أنجلو بيلعب لعب لعب كريم على الطهير هدف عالمي يا كريم يا موزاد الرائعة عدت يا كريم أروع يا أنجلو بالدقة الصاروخية ولكن التالت سبت يا زراء تالت سبت يا زراء والهدف السادس للبيادين يعني زراء ما لحق يدخل تصدى لطابة تصدى لطانية ولكن التالت ما شاف إلا وقت برم ونظر داخل الشباك وهدف جديد لكريم أبوزاد الهدف الأول لكريم أبوزاد بها لقاء النار والرائعة كمانا مهدي شفيد وطورا عاعتا يا مهدي يا شفيد وغول غول 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 على الحمس عم برد سريعا على الحمس عم برد وعم بيولي على المدرجات بره جديدة ستة ستة النتيجة اتركونا صوت يا جماعة لنقطع هالستة دقاي ونص لأنه إذا كفاينا هيك ما رح نقدر نقطعها ستة النتيجة هدف من هون وهدف من هونيك واحترقت المباراة على أرض الملعب مش ولعت احترقت أكتر وأكتر وكبير أبوبا وغول وووو شعب بصير ووو شعب بصير على أرض الملعب إبراهيم حشاتي بالمرتدة بهدي جفيد خطير جفيد جفيد وووية جفيد بين اتنين مقطوعة وعلى الحمص وصيرة على الكرة وكمانا مرة جديدة شعب بصير معارك طاحنة على أرض الملعب اتنين اتلاتة جول جفيد 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 والسابع سابع هدف لباكو في بيروت مش معقول وبتقولولي مش خورة في هايدي المطولة خورة في ايكس اكسال انرجي بطولة لبنان لكرة الصلاة لايكم شو عب بصير مين نصدق ثلاثة اهداف بأقل من دقيقة مش بقول شو عب بصير ارجوكم تركولنا صوت ارجوكم تركولنا نفس لانتبع معكم اخر ست دقايق ونص من الوقت الاصلي نعم الوقت الاصلي لانه بحال التعادل رح نروح لشوطين اضافيين وليش لقل رجالات الترجيح مين عب بصدق شو عب بصير لايكم كيف انفردوا لاعبان لاعبان وليس لاعب لاعبان من الباق عم بيروحوا ويسجلوا هدف هدف اول لمهدي شفيد ويف ملا مباراة انجلوت بالعرض لبوبا بوبا بالعرض لمين الطابق بتخرج للأوت ويف عطونا بعض السواني للنفس كمين ابوبا على الطاير على الطاير بوبا راجبيج والهاشتاك مي بوب على تويتر اكتر من ولعيد اذا قيت المباراة احترقيت الهاشتاك احترقيت اكتر كمين قسم وصان عب نبش على سواليه بيلعب لعند كريم ابو زيد للرائع انجلوت انجلوت ممكن يمر من الحشات انطلع انجلوت رح انجلوت بالعرض هو كورة مين وين راح تقوط للبوب وابوساش شديد 6 دقايق على انتهاء الوقت الأصلي 7-6 باك اوف بيروت على حساب الميادين بتقدم بـ 2-0 بالسري الميادين حاليا خارج البطولة باك اوف بيروت حاليا متطوش الزرق بيلعب وين يا زرق وين يا زرق راحة الطابل يا زرق عند الشماهير الكبيرة يلي حاضرة ومش عم بتصدق شو عم بصير على أرضية الميدان يعني إذا أنا وشوبت هالقد كيف للاعبين يلي عم يرهق على أرض الملعب وكريم أبو زاد خطير بيلعب لعند قصم وصال قصم لكريم مرة جديدة الميادين راح يندفع راح ينتبه من المرتدات يلي ما بترحم من باك اوف بيروت بتلعب لعند بوبا بوبا عم بنبش على زملائقه فول باور به الأسناء من باك اوف بيروت أو من الميادين كمان حزار المرتدة كريم أبو زاد طبط بتخرج للأوت عندما بيضعب اللاعب ببلش الزهن يلعب أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أول كورنر، أول كورنر الجديدة لمن؟ لميادين وسريعاً المونتينيجري بياخد تايم أوت لقلنا مش لقلو لقلنا لأن إحنا بدنا نرطيح والمونتينيجري عم يطلب تايم أوت ليرسم خطة من كورنر ويساش الهدف لأنه عارف أنه بلش الوقت يمر خمس دقايق واثنعشر ثانية السيسبانس مش بس هيدا هو تحت أنظار المدرب باباكو أرووخو الأسباني طبعاً مدرب منتخب البنان لكرة الصلاة فتسال وأيضاً أجام هيريا اللي حاضرين على أرض الملعب ما ننسى أنه بالدقاي الأخيرة كيف ما كانت النتيجة وكيف ما كان السكور رح نشوف باور بلاي على أرض الملعب رح نشوف لعبة قوة عندما بيخرج الحارس وبيدخل بداله اللاعب المهاجم والمنصة الرسمية أكيد نصف المنصة على أصابة هذا هو حكمة الآية أيضاً هذا هو سيمون بويه يعني على الهاشتاج في كتار عم بطالبه بمباراة رابعة يعني بخط النظر إذا كان هن فانز للميادين ولا لباكو فيروت عم بطالبه بمباراة رابعة حتى يشوفوا ويحضروا ويستمتعوا ويتمتعوا بهيك ملحمة كروية رائعة ومهرجينات كروية على أرض الملعب إن كان لبنانية وصربية وإيرانية وكولومبية من جميع الجنسيات موجودين ومهتي جافيت برة جديدة بانتظار الباك أب جافيت بيلعب لعد كوتاني بيرجع لعد علي الحمصي يلي بيخسر الطابة لكريم أبو زيد كريم يلي من أكثر اللاعبين عم يكونوا مشغيبين على أرض الملعب ومستأتلين أنجلو تكارو والمهرجينات الكولومبي أمام دفاع إيراني بالعرض لبوبا ودربة جازئ ودربة جازئ وأنزار على جوني كوتاني دربة جازئ معناتها 90% هدف للميادين معناتها 7-7 معناتها المباراة رح تشتعل هيدا محمد الشامل حكم اللبنان الدولة يلي قائد مباريات كأس عالم نعم وورلد كوب للفتسال وهون بالإعادة كيف تصدّي له جوني كوتاني والأنزار أنزار خلينا نتابع مين رح يكون صاحب الأعصاب البيرت يلي بيسدد يفتو أنه كريم أبو زيد كريم أبو زيد أمام الحارس البديل محمد السريق يلي سبع وصلنا لراكلة جازئ أو راكلين ترشيح منا لطل الجيش كريمة بتعدم كريم جول 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 للبيادين و7-7 النتيجة وشو بدنا أحلى وأجمل من هيك مباراة يعني اللي عبطالب بمباراة رابعة يبدو أنه أمله بعضه كتير كبير لأنه الميادين ممكن يفوز لأنه الميادين عدل الأرقام وبعده ضاغط وبايقف فيروت عم يخطئ بإخراج الكرة مش معقول ملا نهائي للفتسال هيدم الإعادة كيف زرع كريم أبو زيد على شمال الحارس البديل محمد السريق نعم زرع بكل معنى الكلمة وعدل الأرقام 7-7 ها كريم أبو زيد عم يضيف هدف ثاني لقلوه الطابة عالية وسهلة وسيئة للحارس طارق طبوش أجلوت عم يبرعه أنت يا أنجلوت خطير أنت يا أنجلوت رحت أنت يا أنجلوت وزريق برة جديدة عم يتصدى وكورنر جديدة لفريق الميادين يبدو أنه كريم أبو زيد عم يتقلم شوي ليكوا الفن ليكوا المهارة ليكوا الشو ليكوا المهرجين الكولومبي من قبل أنجلوت على أرض الملعب وكرة سيئة من الميادين أوت جديد أربعة آية 22 ثانية أعطونا بعد أعطونا المزيد كريم كريم لابوبا الأعصاب كل الأعصاب هي اللي رح تتحكم بالمباراة وبآخر أربعة آية 11 ثانية من الوقت الأصلي خلينا نترقى خلينا نشوف كريم كريم عم يخطئ كريم كريم بيحتجزوا حاجاتي مقطوعة من علي الحمصة بيلعب لعن جفيد جفيد أحد أخطر اللاعبين على أرض الملعب مقطوعة بتصطدم بتروح تطلع أوت للميادين لأصحاب الأمصان السود على حسين أصحاب الأمصان الزرق كمانا الطابة تلعب كريم أبو زيد بيلعب لعد بوبا دفع من الخلف آت ثلاث دقائق أربعة واربين ثانية إذا كفعنا هيك شوطان إضافياً خمس دقائق بخمس دقائق أنجلوت مرة جديدة أنجلوت عم بمر كتير عن هالخط لذلك علي الحمصة هو يريعا بمركو كمانا أنجلوت أنجلوت لكو دفاع رائع من علي الحمصة مقطوعة كمانا أبراهيم حاجاتي منتظر الكوترة تاك مقطوعة منتاني ميلي وأوت وبوسيشن لباكوف بيروت نذكر أن أحمد خاردين تلت بهالمباراة على السيسي غايب بسبب البطاقات الثلاث المتراكمة الأنظارات الثلاثة علي الحمصة يلي رح يخيب على المباراة الرابع بحل لعبت معه أنزار عفواً معه ثلاث أنزارات متراكمة كمانا جاني كوتاني عم يلعب لجافيد لبوبا مقطوع من بوبا خطير بوبا راح بوبا لا أنجلوت انفراد بوبا وان تو أنجلوت بيلعب وكوترة أكبر جديد لجافيد جافيد رائع أنت يا جافيد يا جافيد يا جافيد يا جافيد جول والدفاع الدفاع الرائع ليكو ليكو مهارات شافيد قدي أنت رائع يا شافيد قدي أنت خارق يا شافيد إذا كان أنجلوت بالميادين لعب خارق جافيد ما بيقل شأن عند بانكوف فيروت حتى الجمهور والمتطبعين عم يطالبوا أن يكون هناك أكسترا تايم لحتى ما تنتهي هالمباراة لما ينتهي هالمهرجين كيف لقوا عم نشوف هيك شو على عرض الملعب هيك قم من الإثارة والنتيجة سبعة سبعة واللعب رقم سبعة حسن زيتون مين رح يقدر يخطف المباراة مين رح يقدر يسرق المباراة هل المايسترو وزمريقه إبراهيم حجاتي بيلعب سيئة لعند مصطفى صرحان يعني معقول مش معقول عم نشوف مباراة مفتوحة لأنه الليعبين تعبوا ما في تغطية دفعية مثل اللازم وتصدي من محمد زريق بيلعبها سريعة لعند حجاتي مقطوعة من حسن زيتون وأيضاً أضعت خطيرة وأيضاً أضعت خطيرة هذا الشيء اللي عمقوله فيك اثنين تزديدة جوني كوتاني مرة جديدة بيلعب لتاني ملة عند حجاتي الإيراني حجاتي أوه يا حجاتي يا رائع هيدا الموف يلي بيمتاز فيها حجاتي بيعمل فيك وكأنه رح يروح وكأنه رح يمرر ولكن بيسدد بعكس إشه ولكن طب طب خرشت آوت بوبا رايت جيفيج بوبا اليوم جيد جداً هم بالإعادة لايكوا معي كيف بيعمل الفيك لايكوا المهارات وسكيلز للفتسال بيعمل فيك كأنه رح يسدد كأنه رح يروح ولكن بسدد بالإجرى الثانية المباختة وما بسجل منها كريم أموزاد هدوا معي دقيقة و 52 ثانية من الرعب على أرض الملعب نعم الرعب كل الرعب على أرض الملعب بهالأثناء ملعب السد طريق المطار والحكم محمد الشامي بيعطي الخطأ الثالث على الميادين مقابل أربع أخطاء على باكو فيروت براهيم حاجاتي عم يخرج يفوت مكانه مواطنه وزميله باهتشافات والإعادة من المخرج جوني أبي راشد وهي طال خطأ على الميادين أربع أخطاء على باكو فيروت بحال رحنا لأكسترا تايم رح يحملهم معهم للأخطاء التالكمية كمانا تقيقة ونص حيالله خطأ رح يندم عليه الفريقين أنجلوب أنجلوب خطأ جافيد 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 تل على واحد جافيد تل على واحد بيلعب لعادي ستايبر مصطفى سرحان بيتأخر فيها سرحان بيتأخر فيها سرحان وبيمنع هدف لفريقه مقطوعة مرة جديدة على الحمسة مقطوعة مرة جديدة جوني كوتيني لعب الخبرة بتوصل لعادي زريق يلي بشتط الطابة وبتوصل سهلل على الطريق كيد أنجلوب يكلف فريقه ليس فقط المباراة ليس فقط السري إنما البطولة جوال 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 للبيادين بوبا رايجيفيتش عم بسجل الهدف الدامن بالوقت العاطل قضي على باك اوف بيروت قضي على لعبيه ونشون باك اوف بيروت ليكوا الاسيست الرائع من انجلوت ليكوا الاسيست الرائع من انجلوت وبوبا رايجيفيتش عم بيتقدم اثنين سبعة اثنين سبعة وهلأ اترقبوا معي بعد التايم اوت خلينا نشوف الاعادة هدف رائع بوقته للميادين مش بوقته ابدا لباك اوف بيروت مش بوقته ابدا لان بعد في دقيقة وخمس صوانة شو رح يعمل باك اوف بيروت لايرد هل رح يشوف باور بلاي لماذا لا؟ بعد متبق تقيقة وخمس صوانه بوعا حدا يفكر انه انتهت المباراة لانه كلنا سوا بنتذكر مع بداية الشروط الثاني تلاهة اهداف سجلت بثقية وحدة نعم تلاهة اهداف دقيقة وحدة بعد بي دقيقة وخمس صوانة ابقوا نشوف هدف ابقوا اوثثمان ابقوا اوثثمان ابقوا اوثثمان ابقوا اوثثراح مه دجا مه دجا المترجم للقناة 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 سريعاً منتقل لحتى أشوف مين XXL Energy Player of the Game إذن XXL Energy Player of the Game مين غير الرائع الخرافل من غير كوكب أنجلوت كارو الكولومبي وسريعاً لعند تريانب الأسباني تنقبله أنجلوت أرى بي شكراً هل نرى البردادر أنجلوت كيف تعتقد أن تصبح هذا المنطقة؟ لا، نرى البرداد الآن نعيد الإ confianسة فهمنا نقوم بتعمل الأسبان لأكثر لأن أجلوت يكبرون بتعادلهم شكراً لأجلوت أنجلوت يقول لأجلوت أنه اليوم يمكن أن يكون يتجمع المباراة قال له ما أريد أن يقولون عن هذه المباراة قال أنه تصديق المباراة بعد تحدثين السعب وقت النفس قبل المباراة المقبلة سيركزون أكيد أكثر ويجبون أن يكونوا على دفاعه والأن أجلوت يمكن أن يكونوا على المباراة الثالثة إذن هيدا الأجواء كانت بأخر هالمباراة اللي عنجات بجرع بقول مرة ثانية كانت نجهونة ورح نشوف شوف حضريننا الفريقين بالمباراة الرابعة شكرا لقالك رايان إذن باكو فيروت عم يكون عم بضيع فرصة حسم السري 3-0 ولا قبل الموزم الثالث على الطويلة 8-7 النتيجة لمصلحة الميادين يلي قدم أجمل مباراة لقاله بهذه السري طبعا السري رح تروح للمباراة الرابعة يلي كمان معقول تكون حاسبة المباراة الرابعة بتكون أكيد تتابعوها نهار الأربعة الساعة 8 ونص المساء مباشرة على الـ LBCI من مجمع أمين لحوت العسكري بالتكواني نطلق بكل جماهير الفتسال إنه تنزل على الملعب شكرا باكو فيروت شكرا ميادين عهل قمة والمهرجين الرائع نحن لهو بيخلص لقائنا إلى اللقاء نهار الأربعة 8 ونص باي باي اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا